موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة من سؤال جريء حلقتنا لهذا اليوم هي عن الشهادة أو الاستشهاد بين المسيحية والإسلام ما معنى الاستشهاد ومن هو الشهيد وكيف تطورت الفكرة عبر التاريخ وهل لما نراه اليوم من تفجيرات وعمليات علاقة بالفكرة الأصلية للاستشهاد وكيف يفهم المسيحيون الشهادة أو الاستشهاد وما الذي يعلمه الإنجيل عن الاستشهاد ماذا عن الحديث وعن القرآن هل لهما نفس الرؤية ونفس المفهوم في الحقيقة هذه الأسئلة كلها مهمة لأنها ستوضح اختلافات رئيسية بين المسيحية والإسلام وهذه الاختلافات لها نعكاسات على أرض الواقع نراها في العديد من العمليات وهذا يؤكد أن العقائد يمكن أن تؤثر على العالم يا إما بالسلب أو بالإيجاب وبما أننا أمام أحداث دامية كل يوم وبما أننا سرنا نسمع عن الشهادة بين المسيحيين وبين المسلمين ينبغي أن نقف وقفة تأمل لهوتيا لغويا تاريخيا ونرى ما معنى الاستشهاد والشهادة لنفهم ما يجري حولنا السؤال الجريء لهذه الحلقة وموجه عفوا لكل المشاهدين ما هو الفرق بين الاستشهاد أو الشهادة بين الإسلام والمسيحية بعثوا أجوبتكم على الإيميل ما هو الفرق بين الاستشهاد والشهادة بين الإسلام والمسيحية وضيفي لهذه الحلقة هو الدكتور ناجي يوسف دكتور ناجي يوسف أهلا بك أهلا بك أحر الدكتور ناجي يوسف هو رئيس تحرير جريدة الطريق والحق وهي تصدر في مصر صحيح؟ نعم وأيضا هو رئيس جمعية الدفاع عن المتهدين دكتور نياجي أولا عايزين نعرف ليه أهمية هذا الموضوع بالأول بس فكرة للمشاهدين الحقيقة الموضوع ده بقاله أهمية كبيرة جدا هو ليه أهمية من زمان لكن في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة أصبح ليه أهمية خاصة لأن بنسمع كتير سواء كان في المسيحية أو في الإسلام عن شهداء ناس قتلوا وبيقولوا استشهدوا والحقيقة أن فيه كتير من الأخباطة في الأزهان لأن في البعض بيقتلوا الناس فيه بيقولوا عليهم شهداء وناس تاني مجموعة تاني بيقولوا عليهم لا دول مش شهداء دول يستحقوا جهنم النار فاختلط الحابل بالنبي زي ما بيقولوا ما بقاش دلوقتي تعارف مين هو الشهيد وما بنعرفش مين اللي مات منتحر واللي مات شهيد واللي مات مش عارفين بقيت كل حكومة أو دين أو جماعة بتختار اللي على مزاجها بتقول اللي على مزاجها عايزة تحط اللابل بتاع أنه ده شهيد بتحطه عليه زي ما الخوميني كان بيعمل بيحط مفاتيح الجنة في رقابة الأطفال الصغرين وبيقولهم روحوا وهتبقوا شهداء أو اللي بيروح يفجر نفسه وفاكر أنه هو شهيد وغيرها وغيرها من هذه الأمور خلينا نبدأ من الأول خالص إيه التعريف اللغوي لكلمة شهيد أو شهادة أو استشهادة الحياة ده سؤال مهم جدا في الأول لسبب بسيط لأن مرات بنتكلم عن نفس الموضوع أو نفس اللفظة لكن كل واحد فينا عنده فكر ليها كل واحد فينا عنده تفسير ليها عشان كده مثلا ما بقول الشهادة أو الاستشهادة بيبني أن احنا بنتكلم عن نفس الحاجة لكن الحاجة اللي بتقولها أنت في ذهنك ممكن أكون أنا بقول نفس اللفظة عليها بس بموضوع تاني بقصد شيء تاني بقصد شيء تاني خالص ونبقى عاملين زي اللي مش قادرين نتواصل مع بعض لأن كل واحد فينا بيكلم عن الموضوع علشان كده في الحالة دي بالذات إحنا محتاجين نعرف معنى هذه الكلمة الأول في اللغة مالهاش علاقة بأي دين ومالهاش علاقة بأي تطورات حصلت لها اللغة الأول بتقول عليها إيه وبعدين نشوف دلوقتي أصبحت بتشير لإيه سواء كانت في المسيحية أو الإسلام أو اجتماعيا أو سياسيا أو أي حاجة تاني بيه حاجة هذا في اللغة الحقيقة بحثت في القواميس في الشهادة في اللغة العربية هو الشهيد وتكسر شينه هو الشاهد والأمين في شهادة والذي لا يغيب عن علمه شيء يعني كلمة الشهيد هي بالضبط كلمة الشاهد وده في القبوس المحيط في لسان العرب مثلا بيقول الشهادة خبر قاطع تقول منه شهد الرجل على كذا والمشاهدة المعينة وشهد شهودا أي حضره فهو شاهد وقوم شهود أي حضور فكلمة شاهد هنا أو كلمة شهيد هنا هو الشخص الحاضر في مكان معين رأى الأمور بأم عينيه وابتدى يحكي لنا عنها لأنه كان حاضر كان شاهد هذا الموضوع يشهد عنه فيسمى شهيد فيسمى شهيد ده أصل اللغة لكان لها علاقة بمين مات مين تقتل مين فجر نفسه مين مفجرش نفسه ده أصل اللغة لكن الحقيقة على لما استخدمت هذه اللفظة في الأديان المختلفة وفي السياسات المختلفة وفي الحكومات المختلفة كل واحد تفسرها على هواه وأصبح كل جماعة زي ما قلنا بتفسرها بطريقتها الخاصة لتحقيق أغراضها أما هي ببساطة الشهيد هو الشاهد اللي شاف حاجه وبيشهد عنه بالضبط كده هو الشاهد فديه من ناحية اللغوية طب من ناحية الدينية عايزين نبتدي شوية من ناحية الدينية ونمشي إسلاميا ومسيحيا بموضوعية ويعني ما فيش أي تحامل أو أي ميل لأي جهة بالضبط كده التعريف الشهيد في الإسلام أو الشهادة في الإسلام طبري بيقول في التعريف الشهيد سمي الشهيد شهيدا لأنه مشهود له بالجنة يعني الشهيد له بالجنة أنه هو هيروح الجنة هيبقى في الجنة فلذلك سمي الشهيد وقيل سمي شهيدا لأن أرواحهم أرواح الشهداء احتضر الدار السلام لأنهم أحياء عند ربهم وأرواح غيرهم لا تصل للجنة لا تصل للجنة على طول يعني أو في نفس الوقت اللي بيختلوا فيه فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة ده موجود في الجامعة لأحكام القرآن للقرطبي سورة آل عمران والآية 140 الصيوطي بيضيف جزء على كده بيقول سمي الشهيد شهيدا لأن روحه شهد الدار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة وده تقريبا نفس الكلام اللي بيقوله القرطبي أو لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة أو لأنه أشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة شاف ما له من الثواب والكرامة شاهد هذا فلذلك اسمه شهيد بس خليني دكتور ناجي هنا أنا شايف أنه في لخبطة يعني محدش عارف في الإسلام ليه يتسمى الإنسان شهيد بصراحة يعني دي كلها تعريف بينقض تعريف يعني واحد بيقولك مشهود له بأنه له الجنة والبعض يقولك هو شهيد لأنه حاضر شاف الجنة والبعض يقولك شهيد فما فيش يعني جدر واضح ليه يسمى شهيد بالزبط ما فيش تعريف واضح نقدر نعممه على مجموعة معينة من الناس نقول هم دول الشهداء فشهد الجنة شهيد يعني فيه ناس كثيرة حتشهد الجنة هل كلهم شهداء بالزبط كده ما تركبش بالزبط كده ودي الحقيقة الخضية مش بس في تعريف هذا الأمر بس في الشهادة لكن للأسف ده موجود كثير فيه أمور كثيرة في الإسلام إنه اختراحات كذا نقطة بتشير لحاجة معينة وبيقول كمان لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه أو لأن عليه شهدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه يعني نفس دم هذا القتيل يشهد له أنه شهيد فيسمى شهيد لأن دمه يشهد أنه هو مات مختول وده الكل اللي أنا قلته ده موجود في الجامع الصغير للسيط على فكرة دكتور ناجي أنا بحثت في القرآن وجدت أنه ولا مرة في القرآن كله دكر لفظ شهيد بمعنى أنه شخص يموت في سبيل الله ولا مرة إطلاقا بل دكر بمعنى الشهادة المعنى اللغوي اللي ذكرته حضرتك في البداية أنه واحد يشهد وممكن أنا هعطي بس مثال بسيط جدا عشان المشاهد يتأكد من الكلام مثلا في آيات بتكلم عن ربنا بتقول فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم الله شهيد بمعنى أنه شاهد هو اللي يحكم ومثلا يوم نبعث من كل أمة شهيدة يعني نبي يشهد على قومه من كل أمة حنبعث ومثلا في سورة البقر بيقولك واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يعني واستشهدوا شهيدين يعني اتنين شهود فما فيش معنى أنه مات في سبيل الله في القرآن خالص فمعناه أنه المفهم ده أضيف لاحقا ودي الحقيقة مسألة الشهادة دي ليست مسألة بسيطة في الإسلام زي ما حضرتك عارف طبعا دي أكبر حاجة فلو كان لها هذه القيمة وهذه الأهمية لماذا لم تذكر في القرآن ولو لمرة واحدة يعني دي حاجة برضو تخلينا نسأل هل ابتدت تعريفات المختلفة للشهيد تبتدي تطلع بعد كتابة القرآن وما الغرض في أنها تطلع بعد كتابة القرآن لأنه أنا أعرف أنه لو الله عايز يكلم الناس في موضوع مهم جدا جدا زي الشهادة على الأقل ينزل سورة أو ينزل آية أنا بتتفق معك لأن القرآن ذكر مواضيع أقل من هذا الموضوع أهمية وفصل لها آيات فمش معقول أنه يكون الشهيد معناه هو الذي يموت في سبيل الله ولم يذكر القرآن ولا مر أنا بتتفق معك وده فتح الباب بقى للتعريفات الكتيرة اللي ممكن نتكلم عليها بعد شوية ويمكن المستمع لما يعرف من هو الشهيد في الإسلام وفي المسيحية يمكن يستغرب زي ما أنا كنت باستغرب جدا لما ابتدت أدرس في الموضوع ده طب إيه هو هل عندنا تعريف مسيحي لمعنى الشهادة أو الشهيد أو الاستشهاد هما كلهم مع بعض بالضبط كلمة شهيد في المسيحية بتعني أنه الشخص هي كلمة يونانية في الأصل واسمها مارتس وهذه الكلمة معناها هو الشخص اللي مات أو ختل أو بأي طريقة من الطرق وهو يشهد للمسيح وهو يتكلم عن المسيح ويشهد للمسيح يأما بكلامه وهو بيتكلم يأما بحياته زي ما كانت في الكنيسة الأولى أن الناس كانت بتشهد عن المسيح بحياتها بأنها بترفض أنها تنكر المسيح وهي عارفة أن التمن لعدم إنكار المسيح هي أن تذهب للشهادة تذهب للقتل تذهب للإعدام ذكرت حضرتك أن الكلمة اليونانية هي مارتس هي نفس الكلمة اللي جات منها دلوقتي في اللغات اللاتينية مثلا الإنجليزي مارتردم وبالفرنساوي لماغتيق هي نفس الكلمة لأن ده أصل الكلمة لأن الكلمة دي أصلها في اللغة اليونانية وبتعني شخص بيشهد بالضبط بيشهد بيقدم شهادة ونتيجة لهذه الشهادة وده التعريف الكتابي للكلمة نتيجة لهذه الشهادة اللي حصل أنه قتل بشكل أو بآخر طيب ممكن تعطينا بعض الآيات في الإنجيل اللي ممكن تكون ذكرت ذكرت هذه الكلمة مارتس ذكرتها بالحرف في الإنجيل الحقيقة قبل ما أقول الآيات دي الأسبوع ده كنت بسمع فقرة على الإنترنت واحد من الإخوة المسلمين بيقول يا جماعة يا مسيحيين أنتو عندكم شهداء أنتو من أمتى بتقولوا أن عندكم شهداء دلوقتي لما موتنا لكم الناس دول أنتو بتقولوا عليهم شهداء هو في شهداء في المسيحية فاكرين أن الإسلام اخترع الفكرة أنا النهاردة بشوف أن الكتاب المؤدس الإنجيل هو اللي كاتب عن الشهداء وكاتب عن الشهداء هو فيه ثلاث مواضع أتكلم عنهم في الكتاب عن الشهداء والثلاث مواضع مرتبطين بشخص قتل لأجل المسيح أو بطريقة فمثلا في الإنجيل بسفر أعمال الرسل وأصحاح 22 والآيات 19 و20 الرسول بوليس بيكلم الرب لما قال له اطلع من إرشاليم لأنهم عايزين يقتلوك فقلت يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا وقفا وراضيا بقتله وحافظا سياب الذين قتلوه دم استفانوس شهيدك الذي قتله وقتلوه يعني الربط بين يبقى هنا بيتكلم مش بس عن المعنى اللغوي بتاع الكلمة اللي هو شاهد لكن ده إن استفرونس كان بيعمل إيه استفرونس كان بيشهد هم موتوا ليه لأنه هو كان بيقدم شاهدته عن المسيح ولما وصل لمرحلة معينة ما قدروش يسمعوا أكتر من كده فكانت نتيجة أنه شاهد على أعمال المسيح وبيشهد للمسيح ابتدوا يقتلوه فهنا الربط رغم أنه زي ما قلنا أنه ما ذكرش في القرآن لكن هنا الربط تذكر في الكتاب بين حرفيا الشهيد حرفيا هو الشخص الذي قتله وهو يشهد عن المسيح المكان التاني في سفر الرؤية صح 2 وآية 13 لما الرب بيكلم لملاك كنيسة برغامس فبيقول له أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان وأنت متمسك بإسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن وهنا بيقول أن الشهيد هنا في المسيح هو الشخص الذي قتل شخص اسمه أنتباس هو اللي قتل الشاهد الثالث الموجود دول الثلاث شواهد الموجودة في الكتاب في سفر الرؤية وصحة 17 وعدد 6 بيقول الكلمات دي ورأيت المرأة سكرة من دم القدسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما شهداء يسوع يعني يسوع ليه شهداء يعني الشهادة هي أصلا الناس اللي قتلوا لأجل الشهادة عن يسوع وعن الرب يسوع المسيح خليني دكتور ناجي لو لخصت أنا الموضوع وقلت بأن الفكرة أصلا الكلمة اليونانية اللي هي مارتس واشتقت منها اللغات اللاتينية نفس المعنى هي بتعني شخص بيشهد شهادة في المحكمة حتى بيشهد لكن في المعنى المسيحي استخدموا هذه الكلمة وصار شخص الذي يشهد عن أعمال المسيح وعن قيمته ومش عايز يغير كلامه حتى لو قتل ما يغير شهادته ما يزورهاش ما يشهد شهادة زور حتى لو قتل لأجل هذا الحق ودفع حياته تمليها بالضبط فصارت تعني هذا هذا هو المعنى البسيط يعني هل ده ممكن نقوله؟ بالضبط هو ده الأساس بتاع الكلام هو ده الكلام المصبوط هل نفهم أنه الإسلام تبنى المعنى ده لما شاهد المسيحيين بتكلموا لأنه قرآنه اللي هو النص الأعلى والذي يحكم الكل ما بيدكرش الموضوع ده هل المسلمين لما شاهدوا الموضوع ده موجود عند المسيحيين يمكن أدخل التراث بعد كده هل ممكن شايف أنه ده احتمال؟ هو احتمال لكن الاحتمال الأكبر أن الناس دول في بداية الإسلام كان لازم يتشجعوا كان لازم يتحمسوا لحاجة معينة يعملوها سواء كانت الغزوات سواء كانت الأمور اللي كانت بتطلب منهم أن هم يعملوها ودايما الإنسان عايز يشوف حاجة بيمشي وراها يحملها فكانت الأساس الأكبر هو أنه لازم أوعده بحاجة اللي رايح اللي أنا بقوله بودة اللي بقوله تعالى قاتل معايا اللي بقوله تعالى خش المعركة في كل الحروب وفي كل البلاد دايما حتى في العصر الحديث النهاردة الحكومات لما بتحبت تدخل الجيش الحرب بتقولهم هنحرر الأرض بتاعتنا هننتصر لازم يكون في دافع لازم يكون في دافع فالدافع ساعدها كان أنك لما تعمل تقاتل لو تقتلت هتبقى شهيد وطبعا بيديهم مزايا وغيره للشهيد طب من هو الشهيد في الإسلام اللي عايزين نحصر الكلمة دي من الذي من الممكن أن يطلق عليه لفظة شهيد في الإسلام أخ رشيد فيه 45 نوع من الشهداء في الإسلام 45 نوع طبعا مش ممكن نقدر نقول نشكر الخمسة أنا بصراحة اللي بعرفهم ستة يعني لا 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 ده هو في حديث من أحاديث الرسول قال إن الشهداء ستة وطبعا دون ما قتل في سبيل الله يعني هما سبعة وفي مرة قال إن هما خمسة لكن لما تشوف الأحاديث المختلفة لأن كل شهيد بالمفهوم إنه بتاع قتل بشكل أو بآخر ده ده موجود في الحديث بس زي ما حضرتك قلت ولما تشوفه تقرأ في الحديث تلاقي عندك 45 نوع من الشهداء والحقيقة أنا بتكلم بكل احترام لأخواتي المسلمين لكن بعض هؤلاء الشهداء يعني صعب إنك إنك تقبل إن هذا الشخص اللي مات للطريقة دي يكون شهيد خلينا أعراضك شوية لأني طبعا 45 أنا ما قدرش أحفظهم فأنا حاولت أجيب أهمهم فمثلا في البداية كان من غزى مع الرسول وقتل ده الشهيد ده في أول ما ابتده لكن بعد كده ابتده يزداد نوعيات الشهداء فمثلا فيقول إن الرسول زاد أنواع الشهادة فقال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريخ شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمطون شهيد وصاحب الحريخ شهيد الذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة خلينا أقاف عندهم يعني أنت قلتهم بسرعة حضرتك بالوقت فيما مش عارضي المطعون المطعون هو الشخص اللي طعن بسيف بأي حاجة مات شهيد وقول ده مثلا بيتكلم عن الشهداء بتوع الحرب اللي مات مطعون فهذا شهيد واعتقد كمان اللي مات في الطعون ده غيره أعتقد أنه اللي مات في الطعون يسمى شهيد لمهاربش بالزبط ده غيره غير المطعون والمطون الغريخ أنا حاجي لك في بالترتيب أسرحهم لي بس شوية كده عشان نعرفهم بالزبط المطعون أيضا الشخص اللي مات في بلد فيها طعون بشرط أنه ما يكونش يحاول يهرب من هذه البلد كلامك مزبوط فيبقى كلامك مزبوط الغريق أي كذلك يموت شهيد أي واحد مات غرآن فهو شهيد يعني واحد بيسبح بدلوقتي في البحر غرق الغريق شهيد الكمان دايبان من حاجة في تطبيقها في الأيام ديا يمكن تتذكر أن في مجموعة من الشباب المصريين هربوا في مركب وراحوا كانوا راحين لإيطاليا هو بس في ماسر ما وفي المغرب عندنا كل يوم يروحوا عايزين يروحوا على إسبانيا لأنه عندنا البحر الأبيض ما بين إسبانيا وبيموتوا كل يوم بغراء فدول بالنسبة للإسلام شو هذا آه بس خلي بالك من حاجة يعني ممكن البعض بيسمعنا بيقول يعني إزاي يبقى الغريق شهيد وكل غريق شهيد اللي حصل في الوقع عاديا أن الشباب دول لما غرقوا في الميا المفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة أفتى بأنهم مش شهداء ليه قال لأن دول رموا نفسهم في التهلكة وحسب القرآن لا ترموا في أنفسكم في التهلكة لا ترموا في أنفسكم في التهلكة فدول رموا اللي حصل أن أعضاء مجلس الشعب المصري ولجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب قامت وصارت وقالت لا الحديث بيقول أن الغريق شهيد اضطر لا بيحددش مين بالضبط اضطر الشيخ الطنطاوي الراحل الشيخ الأزهر الراحل أنه يطلع فتوى ضد فتوة المفتي بتاع الديار المصرية واعتبر هؤلاء الغرقة شهداء وفقا للحديث اللي احنا بنكلم فيه أنه الغريق يكون فالغريق شهيد حسب الحديث حسب الحديث هذا الغريق شهيد صاحب ذات الجنب هو الشخص الذي يصاب بالمغص الكلوي يبقى عنده مغص الكلوي ويتلوى حسب الحديث يتلوى من الألم هذا لغاية ما يموت فهذا شهيد ذات الجنب يعني واحد لأنه الكلب تأخذ من الجنب اللي هو عنده المغص الكلوي المرأة تموت شهيدة لو ماتت بجمع يعني ماتت وطفلها موجود فيها أو ماتت بعد ما ولدت على طول يعني بسبب ألم المخاض أو حاجة وحصل مشكلة وماتت بالزبط بتصير شهيدة بالزبط وفي حاجتين الحقيقة يعني خصوهم الحديث بالنسبة للمرأة إنها إزاي تكون شهيدة واحدة منهم إذا ماتت وها بتولد أو ماتت بعد الولادة على طول حتى لو ابنها ما ماتش معاها والحطة الثانية من تصبر على الغيرة شهيدة كمان اللي بتصبر على الغيرة يعني لما المسلم تجوز أربع ستات ففيه أكيد واحدة فيهم ستبقى يعني غيرانة من الباقي وخصوصا الأولانية ما كانش متخيلة أن الجزء هي تجوز عليها لكن لما تجوز عليها كانت في غيرة شديدة من الموضوع ده لكن صبرت على الغيرة من تصبر على هذه الغيرة وتموت وهي صابرة على هذه الغيرة شهيدة شهيدة حسب التعليم الإسلامي المبطون اللي مات من استسقاء في البطن لما يكون عنده استسقاء ده تيجل فشل الكبد أو الهبوط في القلب أو لأي سبب فهذا أيضا شهيد يعني باختصار يعني كل واحد عنده مرض المبطون اللي عنده الكلة أو دات الجنب كما يسميه الحديد أو المطعون والمطعون اللي مات في الطعون ذو كلها أمراض بالظبط المريضة اللي يموت في الحريق أثر حريق فهذا شهيد أيضا الإنسان اللي يموت في حريق بالظبط يعني الغريق والمحروب في حريق كمان شهيد بالظبط فهذا شهيد اللي ينهدم عليه المنزل بتاعه فهذا شهيد صاحب الهدم صاحب الهدم فإنهدم عليه المنزل بتاعه أو أي جدار ينهدم عليه ويموت فهذا يعني السنة اللي فاتت احنا عندنا في المغرب في مسجد انهدم على المصلين وهم بيصل وصلاة الجمعة يبقوا دول شهداء يعني انهدم عليهم أصحاب الهدم دول شهداء كمان اللي يموت بالسل يموت شهيدا حسب الحديث كم واحد عندنا شهيد في العالم الإسلامي دلوقتي معناها انه كل الناس شهداء ما هو دا الحقيقة اللي بيخلي الواحد يقول احنا عايزين زي ما حضرتك قلت الجذور بتاعته الملمين هو الشهيد يعني ما كان عشان كده بالأول قلنا انه مش عارفين أصلا علماء الإسلام ايه معنى شهيد فعشان انه مفيش تعريف محدد صار ممكن اي واحد يكون شهيد وكل الناس دول كل المجموعات اللي احنا بنتكلم عليهم دول من يموت بالحمة يموت شهيدا اللذيغ اللي هو من يلدغ بحية فهذا يموت شهيد بيقول اي الذي تلدغه العقرب او يعده الصعبان يموت شهيدا ولذلك روت ساكنة بنت الجعد عن صراء بنت نبهان الغنوية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اختلوا الحيات صغيرها وكبيرها واسودها وابيضها فان من قتلها كانت له فداء من النار ومن قتلته كان شهيدا ومن قتل حيا فانما قتل كافرا وقد قال الرسول لا يكتمع كافر وقتله في النار ابدا يعني لو اللذيغ لو اللذيغ شهيد والحريق اللي مات في حريق شهيد واللي مات في الغرق شهيد ده يمكن فقط لأنهم لم يكنوا يعرفون بعض الأمراض انا داك مثل السرطان ومثل مثلا دا الايد او لو كانوا عرفوها ايامها كانت دخلت يمكن كمان مع الجموع الشهداء ما حدش عارف لأن فيه كمان حاجات تانية بقولك مثلا الذي يفترسه سبع يموت شهيد الذي يتردى او المتردي وهو اللي يقع من على قمة جبل او من بيت ويموت نتيجة الوقع يعني دي ما بتتحج بالظبط اي حد يعني اي واحد دلوقتي ممكن يسمي نفسه شهيد بالظبط طيب ايه انا مش عايز اتوسع فيه خلاص وضحة الصورة يعني ما مفيش داعي لو احنا عندنا فقط حتى لو كانوا ستة او سبع كيف ممكن نسمي الغريق شهيد والمحروق شهيد والصاحب الهدم شهيد كيف ممكن نسمي مش عارف دعنا نتوجه لمشاهدينا سؤالنا لهذه الحلقة ما الفرق بين مفهوم الشهادة في الاسلام وبين مفهوم الشهادة في المسيحية ايه هي الفروق وايه تأثيرها علينا دلوقتي في عصرنا الحاضر ما هو التأثير ومخلفات هذه المفاهيم كما نرى في عصرنا حاضر ابعتوا ايميلاتكم على الايميل الذي ايميل البرنامج الذي سيظهر على الشاشة وايضا بعد شوية ابدأ في اخذ المكلمات ايه هي مزايا الشهيد دكتور ناجي في الاسلام ايه اللي حيرباحه الشهيد طبعا انا عارف الحديث لكن فقط انه نتوسع فيه سوا عشان نعرف ايه هي مزايا الشهيد الحقيقة انه قبل ما اجوبك على السؤال ده انا كتبت مقالع عن الشهداء فكنت بذكر شوية من انواع الشهداء فقلت انه فيه شهداء فيه شهيد انا مش عارف جابه منين عبدالحليم حافظ لما قال في لما غنى في القصيدة بتاعته وقال ان قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب ايه ده واحد من الشهد الحقيقي اللي موجود لانه بيقول من مات وهو في الحب وعف معناه لم يرتكب خطية او لم يرتكب فحشة مع الشخص الطرف فهو شهيد دي اول مرة الحقيقة كنت اخلي بالي منها انه قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب دي ليها اصل في الاسلام المزايا اللي بتاعت الشهيد الحقيقة في الاسلام تخلي اي واحد اتمنى اني متشهيد حقيقي ولازم نبقى مخلصين ليه لانه انا لو كنت اؤمن بدين مسلم واؤمن اني هحصل على هذه المزايا الاساسية الجوهرية التي يعني هتفرق معايا في كل ما يتعلق بحياتي في الدنيا والاخرة متحقيقة اللي هيبقى سهل جدا اني اتمنى اني اموت شهيد اول هذه المزايا هو في حديث عن الموضوع ده فبيقول مثلا للشهيد عند الله ستة خصال يغفر له في اول دفعة ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويوضع على رأس هتاج الوقار اليقوت منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من اقاربه وده في مسند احمد الميزة من المزاد بتاعة الشهيد انه يتعش مع الرسول انا كنت فكر في النقطة ديا النهاردة احنا اقصى ما يحلم به الانسان المسيحي هو ان يشوف المسيح بيقول ان مع المسيح ذاك افضل جدا لو انا النهاردة ديني قال لي لو انت موتت فلان او عملت كذا اي حاجة هيتطلبها مني وحتضمن انك هتموت دلوقتي تتعش مع المسيح او هتشوف المسيح بانيك متهالة سهل جدا ان انا اعمل كده لان اذا بالنسبة لي اقصى ما احلم به فواحد من المزايا هي انه يتعش مع الرسول يعني مع اكبر قدوة ليه مع اكبر مع اكبر شخصية مقدسة عنده بيضمن له انه يكون معه ومع الصحابة ومع التابعين ذكرت حضرتك انه يجار من عذاب القبر يعني المسلم اكبر خوف عنده قبل ان يعدب قبل اي شي انه بيمر كل واحد لازم يمر من عذاب القبر فلو واحد بتقوله انه في شي هيعفيك في اعفاء من عذاب القبر وهذا الاعفاء لا يكون الا عن طريق الاستشهاد في سبيل الله بالمفهوم الاسلامي فده حافز ده حافز كبير وخصوصا انه ان القرآن بينص على ان منكم الا وردها ان لازم هتخش جهنة لكن بالشهادة انت تختصر بيسموه الطريق المختصر للجنة حتى شفت فيديوهات اللي بيعملوا العمليات الانتحارية دي بيقولوا الطريق المختصر للجنة هو انك تفجر نفسك بالزبط ديهدوا حالها كفاية لان لما ناس بتفكر في جهنة من نار لان عشر ثواني في جهنة من نار معناها عذاب لا يطاق فالنهاردة انا بتوعد بان فجر نفسك اقتل فلان اعمل كذا مش هتعدي على النار مش هتشوفها خالص بالزبط واثنين وسبعين من الحور العين وهناك حديث معروف انه حتى لما سئل رسول نفسه وقال لهم ان كل واحد هيروحوا جهنة فسألوه حتى انت يا رسول الله قال انا حتى انت يا رسول الله قال انا فالمرأة التالية wattا حتى انت رسول الله قال انا ان لم يتغمدني الله برحمته اعتقد هي معلش انا الصح حضرتك هو كانت عن الاعمال ممن احد يدخلو عمل الجنة وقال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا فكانت عن الاعمال لكن فيها المفهوم بتاع انه مفيش ضمان بالزبط مفيش ضمان للجنة بالزبط خلينا أنا أرجع في عندي فيديو بس أكد كلام حضرتك في مزايا الشهيد نحن يشترون مزايا بزاوي لأنه فيه حاجتين مهمين أوي وحده فيهم أنه بيختار بيحضر حفل العرس اللي بيحصل له في الجنة ويحضروا كل زوجاته حور العين اللي موجودين ودول اختلف فيهم العلماء من أربعة لتنين وسبعين الحديث المشهور اللي بيردده العلماء قدامنا بيقولك 72 بالضبط المهمة التانية إنه الشهيد ليه حق إنه يشفع في 71 من أهله من أقاربه يشفع في 71 وواضح إن الشفاعة ما هيش حاجة سهلة وإنه محدش يقدر يشفع لحد فللشهيد إنه يدخل 71 يشفع لهم عشان يقدروا يخشوا الجنة بتطرح أسئلة كتيرة في دماغي يعني واحد دلوتي رايح من مصر لإيطاليا غرق في الطريق في المركب صار شهيد في نظر الإسلام وبيقدر يشفع ل70 من أهله وعنده 72 من الحور العين وعنده تاج الوقار حضرتك الحديث اللي ذكرته موجود فيه تاج الوقار الياقوتة من خير من الدنيا وما فيها وأنا بقرأ الحديث قلت حيعمل بيها إيهنيك حتى لنفترض أن هذه الياقوتة بتسوى ملايين الدنيا حيعمل بيها إيه يعني حتى بعض المزايا ملهاش سماحنا على التعبير ملهاش أي قيمة ملهاش استخدام ملهاش استخدام يعني والغريق بيعمل كده والمحروق عنده نفس المزايا فإيبقى مش عارف أنا هو ده ما نص عليه الدين فيه مزايا تانية؟ وفيه مزايا كتير وفيه شهيد اسمه المرابط المرابط دون هو من يحمي حدود الأمة الإسلامية وهذا لا يختم عمله بموته هذا الشهيد يضاعف عمله ويفضل عمله الصالح طبعا يزداد له إلى يوم القيامة وطبعا أي واحد بيدافع عن الأمة الإسلامية وبيبقى من المرابط الناس اللي بتأتي النفسها هذي ينفهم أنها بتدافع وبتحرص الأمة من الأعداء اللي موجودين فيعني كلها مكسب أنا شفت حتى بعض الفيديوهات اللي بينفدوا العمليات الانتحارية دي بيحتفلوا بيه رفاق وبيعملوله عرص حتى قبل أن يعملها لأنه عايزين يزفوه ويحتفلوا بيه ورايها عند الحر العين بعد شوية فهم بيحتفلوا بيه وبيزفوه وعملوله عرص ويعني مما يضل على أن هذا المفهوم ترسخ في عقل المؤمنين به وخلاهم وهو النتيجة اللي بنشوفها دلوقتي في أي من المحاولات محمد عطا قال للناس اللي هم ركبوا الطيرات دول قال لهم استعدوا يا شباب إن زوجاتكم استعددنا في الجنة مستنيكم فهما الزوجات استعدوا في الجنة فهو بيقول لهم وهم راحين يفجروا نفسهم استعدوا لأن العرص جاهز وزوجاتهم مستعدين في الجنة خلينا نتوقف مع هذا الفيديو البسيط الصغير الذي يؤكد فيه الشيخ كلامنا وما قلناه عن الشهيد والخصال اللي حتكون عنده في الجنة بحسب العرف الإسلام من أهداف الجهاد في الإسلام من أهداف القتال من أهداف أسرع أن تتخذ شهداء طب دي احنا كنا فاكرين أن الشهداء الشهداء دي مصيبة ناسة تشهدوا إنما شهداء تبقى هدف من أهداف المسلمين الحصول على الشهداء وهذا الكلام مهم جدا ليه بقى لأن يا إخواني المسلم مسلم ينطوي على حب الشهادة طبعا الفكر الغربي مش فاهم بيتصور أن ده نعم الانتحار واليأس وما إلى ذلك أبدا الشهداء يا إخواني هم الذين غيروا مجرى التاريخ هم الذين غيروا مسير الحياة البشرية هم دول مسير الحياة البشرية يسير هكذا يصطضم به طالب الشهادة فيحوله ويغيره وفي كل مرحلة يصطضم به فيرده فيعود المسير الإنساني إلى الطريق الذي رسمه الله الناس مشي نحو الطغيان هكذا إلا إذا قابلهم مجاهد يخبطهم يتحول يتحول المسار حتى يسير إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى ولذلك الشهادة عند المسلمين ليست مصيبة ده أمل وهو لا يخسر شيئا هم بيمتش بينتقل إلى فجأة يعاين الملأ الأعلى ويعيش عند الله ويشفع في سبعين من أهله الشهيد عند الله له دور وأجر كبير يشفع في سبعين من أهله لا يجد أي ألم للموت إلا كزي قرصة النموسة فقط ويرفع الله من عليه أثر الموت وألمه ولا يفتن في قبره لا يسأل شهادة من ربك وما دينك كفى ببريق السيوف فوق رأسه فتنة ويحلى بتاج الوقار اليقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها اليقوت الوحدة في التاج ويزوج بسبعين من الحور العين لو نزلت واحدة منهن إلى الدنيا لأطفأ نورها نور الشمس والقمر جميلة حسناء إذن هذا الشيخ حازم أبو إسماعيل وعلى فكرة هو نفس الشيخ بتاع البيبسي لألك بيبسي بتعني pay every penny to support إزراين وإحنا ردينا عليه في حلقة محاسبة الشيوخ من زمان لكن هو بيكمل في تخريفه لحد اليوم وبيتكلم عنه وفي الحقيقة هو بيؤمل بما قالته النصوص يعني هل الشهيد في المسيحية هل له أي مزايا زي المزايا الإسلامية الميزة الوحيدة للشهيد في المسيحية هي أنه يبقى شهيد الكتاب قال وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله يعني هذه هبة وهبها الله للناس اللي اسموهم الشهداء أو اللي ماتوا كشهداء وإحنا اتفقنا أنه تعريف الشهيد في المسيحية هو الشخص الذي يشهد للمسيح ويموت جراء هذه الشهداء بالضبط ففي المسيحية ليست هناك ميزة خاصة ليه؟ لأنه الجميع خطى الميزة بتاعتنا كلنا إن إحنا قابلنا المسيح مخلص شخص لحياتنا فأصبحت الشهادة بالنسبة لنا مش حاجة نعملها علشان ناخد أجر أي ولا علشان ناخد ميزة ده لو إحنا وإحنا مش بندور على الشهادة لكن لو إحنا حطينا في موقف إن إحنا نموت شهداء أو تختار ما بين إنكار المسيح وما بين الموت حتختار الموت بالضبط حتختار الموت وده الدافع بتاعه الوحيد هو الحب للرب يسوع المسيح ليه؟ لأن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أول هو مثل أجلنا هو غفر خطيطنا هو أريد يضمن لنا الجنة إحنا مش محتاجين نموت شهداء عشان نروح الجنة أو نروح السامة نشكر الله إحنا كمسيحين نروحش للجنة خالص يعني كل مسيحي حتى ما بيقولوش مات أنا بشوف يعني كل وبعجب بهذه العبارة بنقول إنه انتقل ورقد وحتى لفظة رقد هي اللي رب يسوع بيستخدمها لما تكلم عن العازر قال العازر حبيبنا قد نام أو البعض بيقولك راح عند الرب بالزبط يعني جسده بقي هنا بس هو راح عند المسيح بالزبط فسواء كان شهيد أو مش شهيد هو رايح عند المسيح لذلك ما فيش مزات الرسول بوليس بقول ليه اجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا لكن لو كان لازم استنى هنا حاستنى هلزم من أجلكم عشان يبقى موجودين صح وده الحقيقة بيشير إلى أن شخص رب يسوع المسيح هو الصادق الأمين ليه لأن رب يسوع لما سألنا نحن نمشي وراه ونقبله وكان بيأسس مملكته على الناس اللي في الأرض اللي هتخدم ملكوته كان واضح كان صريح قال لهم ايه قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق سيأتي يوم فيه كل من يقتلكم يظن أنه يقدم خدمة لله لما تيجي تشوف واحد بيقول بيقول لأتباعه وعايز لما أتباع حواليه المنطق البشر ويغريهم ويغريهم يقول لهم تعالوا ايه اللي نقصك في الحياة مش قادر تتجوز عشان غلاء المعيشة هجوزك سبعين في الجنة أو اتنين وسبعين في الجنة حران هنا مولع هناك هيبقى فيه ما عندكش حاجة معينة هناك هيبقى فيه الكلام لكن الرب يسوع لأنه الصدق الأمين في منتهى البساطة قال لهم كده قال لهم اسمع العايز يجي ورايا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني ويتبعني العايز يجي بالطريقة يكون جاهز يموت بالظبط كده يعني ما هو يحمل صليبه معناها يحمل يحمل حكم الموت في نفسه كأنه ميت عشان جدي حتى الكتاب قال وديه مهوثي كثيرة آيات كثيرة بتأكد نفسه الكلام بتأكد نفسه ما أعطى خير مثال أنه بيقولك الباب الواسع والباب الضيق الباب تاعي أنا ضيق يعني بالظبط هتكون لك فيه ألام وحتكون عايزه تعال وده في البداية وده في البداية بش لما الناس مش يتوراب تدأ أقول لهم الكلام ده ده وهو بيجمع تلاميذه اللي هو هيأتمنهم على ملكوته بيقول لهم الكلام ده لأن المسيح ما كانش به يدور على الكمية يدور على نوعية من الناس فهم رسالتها هتفهم وحتعرف اللي مستنيك وده الاختلاف خليني أنا أبتأ في أخذ بعض المكلمات عشان يكون حوارنا لو طعم تاني الأخ الأخ رامي من الإمارات أهلا بك مرحبا يا أخ راشيد مرحبا بك تفضل سلام المسيح لكم سلام المسيح تفضل أنا في عندي بس بكسار بسيط أذكر رام نعم بخصوص الشهداء في الإسلام نعم المزايا ما شاء الله يعني كثيرة لكن الشهيدة في الإسلام شو مزايا حتكون في سبعين أو سبعين حوري الشهيدة أيوة ذاس هو الحلو سؤال حلو نعم وحضرتك من عصل مسلم أو من عصل مسيحي لا لا أنا مصري مسيحي لكن مسيحي نعم نشكر نعم أتمنى أن نكون على إيمان حظا نعم نعم نحن نتكلم نجاوبك على هذا الموضوع على هذا السؤال ونأخذ الأخ شكري من اليونان أخ شكري تفضل شكرا لك سلام المسيح لكم سلام المسيح لك تفضل تحية لكم تحية للبرنامج أولا بس أحد أصحح معلومة بما إن في اليونان كلمة مارتس اللي ذكرها الدكتور هي مارتراس مارتراس يعني شهيد باللغة اليونانية دي حاجة الحاجة التانية اللي عايزة أقوله شيوخ الإسلام معرفوناش الفرق ما بين المنتحر وما بين الشخص الشهيد فرق بين الشهادة والانتحار هذا برأيي من وجهة نظر مسيحية طبعا إن كل اللي بيقدم عليه الإخوة المسلمين باسمه انتحار وليس الاستشهاد لأن الاستشهاد معناها إن أنا بأشهد من أجل كلمة الحق حتى إني ممكن أضحي بنفسي من أجل كلمة الحق بالشهادة اسمه الشهيد أما في الإسلام يعتبرون من يقدم على الانتحار ويضع مثلا في وسطه أو على جنبه حزام ناسف ويفجروا في الناس بيعتبروه شهيد هذا منتحر وليس شهيد بل منتحر ومرتكب خطيئة أخرى قتل أرواح ما سابرياء صح كلامك مضبوط سامي واحدة يا سيد رشيد المشيوخ الإسلام لما هم بيعتبروا إنه شهيد وهيروح للحوريات في الجنة لماذا لا يقدم شيوخ الإسلام على هذه الشهادة وما يتحكوش على الأولاد الصغيرين نحن نرى أن غالبية المنتحرين من المسلمين هم من الشباب أقل من 30 عام وأغلبهم 11 و17 سنة يتحكو عليهم يروح يتفجروا أنفسهم وأقولهم أنت شهيد وتروح للحوريات وتروح للجنة لأنهم أنفسهم لا يقدمون على هذه العملكات أسئلتك يعني محلها فعلا لو كان الشخص مقتنع أنه سيتعش مع النبي الليلة أعتقد أنه لازم يروحه ويستشهد ويكون متال للناس كلها الدكتور نيجي يعني عايز مقارنة بسيطة يعني في ناس مسلمين بسميهم يعني مخلصين مخلصين لأي فكر هم مقتنعوا به سواء كان إسلام أو مسيحي وبيدوروا على الحقيقة لو عايزين نعطيهم الفرق ما بين الشهيد المسلم وأنا بحطه بين قوسين لأنه بحسب التعريف أعتقد مستحيل تطلق على واحد رايح يفجر الناس تطلق عليه لفظ شهيد لو كان ده جدر شهيد أنه جاء من المسيحية ومعناه أنه واحد ما يغير شهدته عن المسيح حتى لو كلفت نفسه فيبقى هنا بعيد المسلم عن هذا المفهوم خالص فإيه مقارنة ما بين شهيد المسيحية شهيد الإنجيل وشهيد الإسلام الحقيقة لما نيجي نقارن بين الاثنين الكتاب ذكر بالتفصيل قصة استشهاد الشهيد الوحيد اللي هو استفانوز فلذلك إحنا هنلتزم بما قاله الكتاب عن هذا الشهيد لأنه ما فيش مجال لأنه إحنا يعني كمان نألف حاجات لكن إحنا ملتزمين بما قاله الكتاب لهذا الشهيد طبيعة هذا الشهيد قبل الاستشهاد وقبل أن يكون موجود في المكان اللي حصل فيه الشهادة دي الكتاب بيشهد عن استفانوس أنه كان شخص ممتلئ من الإيمان والقوة والحكمة والروح القدس شخص حكيم شخص عنده إيمان شخص الرب يسوع المسيح شخص ممتلئ من هذا الإيمان وممتلئ من الروح القدس اللي هو روح الله هذا الشخص ده صفات هذا الشهيد اللي هو استفانوز هذا الشخص الممتلئ من الإيمان والممتلئ من القوة وممتلئ من الروح القدس وممتلئ من الحكمة يعرف ازاي يموت ما يروحش يفجر نفسه لان ايه الحكمة في انه يفجر نفسه ايه الايمان في انه هو يدافع عما يظن انه دين الله في الارض ويعمل اللي هو بيعمله فلاحظ ان الكتاب كل الذين اقدموا على قتل انفسهم لم كانوا محتقرين وبيحملهم خطية زي يهودة مثلا زي شاول اللي قتل نفسه على سئفه يعني كلهم ممدحش ولا مرة يعني قتل النفس بالمعنى اللي بيشوف المسلمين بيمدحوا دلوقتي البطل عندهم هو اللي بيقتل اكبر عدد من الكفار ويسبب لهم خسائر وهو بيكون مع القتلى بالضبط لان يهوزة لما تيجي تشوف الصفات اللي كانت موجودة فيه ولا واحدة فيها تنطبق على صفات استفانوس او الشهيد المسيحي اللي احنا نتكلم عليه الصفة التانية ان هذا الشهيد سلاحه الوحيد هو يحمل سلاح الشهيد يحمل سلاح ايهو انما السلاحه الوحيد هو كلمة الله لانه كتاب بيقول عن كلمة الله مش حزام ناسف مش حزام ناسف ومش حاجة لكن الكتاب بيقول انها كسيف زي حدين كلمة الله السفانوس مات وهو بيعمل يبيشهد للمسيح يعني كل اللي عنده هو كلام بالضبط كده ما بيقضيش حد وكلام المسيح لان كلام المسيح وتعليم المسيح هذا السلاح اللي احنا بنستخدمه ضد قوات الشر مش ضد الناس ضد قوات الشر الروحية في السمويات بتقول احب اعدائكم مريكوا لعنيكم احسنوا الى مبعوديكم صلوا لاجل الذين يسئون اليكم وده اللي عمله السفانوس وده اللي عمله السفانوس بالضبط يعني وهو بيموت بيقول له يا رب لا تقيم لهم هذه الخطيئة بالضبط وهذا الشهيد اللي بيستخدم كلام الله اللي عمل السفانوس كان بيعمليه بيشهد عن حق المسيح في الارض بيشهد عن من هو المسيح اليهود اللي كانوا حواليه اللي هم قتلوه مش عايزين يقول الشهادة مش عايزين يسمعه مش عايزين يسمعه مش عايزين يشهد للمسيح فهو كان بيعمل ايه كان بيقول لهم بيقول لهم اصحوا لان هو ده الشخص المعين من الله اللي جيه عشان يفدي البشرية وبيديهم الشهادة بتاعة الرب يسوع المسيح ولذلك اليهود ستاروا عليه وقاموا وقتلوا فهنا الشهيد حسب المفهوم المسيحي شخص ممتلئ من الروح القدس سلاحه الوحيد هو كلمة الله واللي يدل على ذلك ان بطرس الرسول لما كان واقف جنب المسيح وبعدين جم يقبضوا عليه وبطرس لقى اراد ان يدافع عن السايف المسيح بالضبط رح طالع منطلع السايف ودرب ودن ودرب ودن ملخص عبد رئيس الكهنة الرب يسوع قال له ايه قال له رد سايفك الى غمده الذين يأخذون السايف بالسايف يهلكون لان سايف الكلمة دي ما هوش سايف الحرفي بيقتل لكن ده سايف الكلمة يحي مش يقتل الناس الشهادة عن شخص الرب يسوع المسيح كون ان انا بعترف ان هذا هو الرب الاله السيد المخلص كل ما فيه هو ده اللي تمنه تكون الشهادة لكن لو بعمل اي حاجة تاني لو بعمل اي حاجة تاني وقتلت لأي سبب تاني في المسيحية هذا لا يجعلني شهيدا ابدا في المسيحية ناخد مكمل اتفضل 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 ناخد اخ احمد من كندا اهلا بك مرحبا اخ رشيد مرحبا اتفضل والله يعني انا سعيد جدا ان اسمع صوتك وانا اعجب في شخصيتك الله يخليك اخي احمد الله يخليك وانا بتابعك يعني كل حلقاتك انا من اول حلقة لليوم انا متابعك وحتى متابع برامج الاخ وحيد كمان نشكر رب من اجل عندي نقطة طيئ نعم واقعية نعم النقطة الاولى يعني انت البرامج تبعك خلاني انتقل من من حياة اللي يعني المنقول اي للمعقول اي اي افكر في الامور اللي عنا اعرف كيف اي هاي اول نقطة النقطة التانية انا عندي بلاحظة عن الشيوخ للمسلمين الشيوخ المسلمين فعلا يعني انا بحكي كلمي وحاب ان يعني دمان انا وين مكان بحكيها ما كنت خطش من اي مكان يعني حتى في لما انزل على البلاد عندنا في فلسطين والأردن وهيك دمان بحكيها اشكرا يعني علنا نعم بحكيها انه يعني الشيوخ المسلمين دمروا المجتمعات ودمروا حياتنا ودمروا كل اشي دمروا حتى معالي الانسانية اللي كانت عندنا ايام قبل الجاهلية ما يسمى في الجاهلية دمروها للشيوخ المسلمين والبركة طبعا في الحركات الوهابية هاي اول نقطة فهاي النقطة اللي عندي كنت حاب اوصلهم اي لك حضرتك انا عايز اسألك سؤال يعني ولو محب اخي احمد دلوقتي فين حضرتك انا متأكد كنت مسلم لان اسمك بيشهد بذلك فهل دلوقتي فين في اي فترة من الفترات انا والله يعني اللي بحدود الخمس سنين عندي يعني بفكر كتير ويعني بحكي انه يعني المنقول عن الأحديث والمنقول حتى يعني عن كل القصص اللي بنسمعها والحروب اللي صارت والمشاكل بين الصحاب اللي كانت هذا ايش ما بدخلش العقل وكمان يعني هناك منطق فهي شغلات كتير بفكر فيها يعني انا بعتبر نفسي اقرب للعلمانية بصراحة نعم هل هل تديت نفسك فرصة انه تدر شوية عن السيد المسيح وتشوف تعاليم وهل بتقدم لك شيء جديد بتقدم لك سمو بتقدم لك بكرا بكرا قرأت في الانجيل قرأت في الانجيل حتى بالتوراة حتى بالإنسان في شغلات جميلة بلاسف مش عارض لحد بالألم نفسها احنا نشكر رب من اجلك وانا متشجع كتير بمكالمتك وخليك على الطريق انت على الطريق الصح لو بتقارن وتستخدم مواهب لديك ربنا انا متأكد انه سيقودك في الاخير لحاجة بتجد فيها راحة لنفسك شكرا رخ رشيد ونعمل كل الناس توصل للمزبوط للحياة المزبوطة ربنا شكرا على الجواب ربنا وعيك نأخذ الاخ منار من فرنسا تفضل الاخ منار ألو ألو تفضل السلام عليكم فلهم لي حسنا أريد أن أجيب على السؤال لقد فألتني كيف يرى المسلمين الشهادة نعم حسنا أنا سامع لو تسمعني من التليفون فقط نعم أسمعك من التليفون حسنا قلت يعني أريد أن أجيب على هذا السؤال قدر ما أستطيع هناك أي مشهدة في الإسلام على حسب معلوماتي هناك كثير مشهدة من رائع بتحامل المسلمين هناك شهادة هناك شهادة من المستوى الأول الذي سوف أدكر آياتين آيات من كل نوع مذكرة الآية الأولى وتقول وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذه آيات تجمع جميع المسلمين هناك فرق يعني كل من مات مسلم فهو شهيد ولهذا جاءت حيثة تذكرت في مرنامجكم على نازمة مقصولة حسنا حسنا أو مرحلوق أو أين أخمنار أخمنار وهذه جميع المسلمين نعم هذه تعني أن المسلمين شهداء على الناس لو حبين نفسرها يعني الأمة الإسلامية هي شاهدة على الأمم الأخرى والرسول عليهم شاهد أيضا ما بتعنيش الشهادة بمعناها أنه شخص مات في سبيل الله ما لهاش هذا المعنى خالص على النواة الثانية نعم على النواة الثانية الآية تقول أو حسبتم أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هناك أيات مثلها لكن هذه لا تذكر اسم شهيد تقول هم أحياء عند ربهم يرزقون وهذه هناك أيات أخرى هناك أيات أخرى أنا مفهوم الشهادة الثانية هي النور ما فيهاش كلمة شهيد فيها أحياء أخ منار الفكرة أنه حتى هذه أنا ممكن أسألك فيها ما هو حتى الكافر هو حي يعني ما هو بعدب في القبر حي يعني والتاني حي فما لهاش أي ميزة فقط أنه هذا عند الله هذا يعدب هذه هي الميزة تفضل أنا أسأل المفهوم لا أريد أن ندخل في الكلمة بكلمة فقط المفهوم الشهادة هنا كان هو عاد في الإسلام يعني أنه الأول كما ذا قل يقص كل الناس والثاني هم الذين يموتون يعني يقاتلون إلا أن الفرق الذي يموت وهو يعني ليس في حرب يعني يقرشون أنفسهم مثلا ويعملون عمليات انتحارية بمسبة لي وبمسبة لكثير من المسلمين أنهم ينتحرون وأنهم ليسوا شهداء وأنهم بالنسبة لي الجهنم وليس الجنة لأن تلك ليس الحرب هذا مذكرة الإسلامية يموت وفي الحرب يقاتل عن وطنه عن نفسه عن بلاده عن آئلته في حرب معلنة وجميل فالأدف نظرك هو الشهيد الذي يموت عن وطنه أو عن شرف أو عن دينه هذا هو الشهيد في حرب حقيقية يعني هو الذي يختار كل ما يحدث من المسلمين لكن لو أخذنا الجدر اللغوي اللي هو معناه أنه يشهد عن شي فما هي الشهادة بيشهد عن إيه الشخص اللي بيموت مثلا وهو بيقاتل في سبيل الإسلام اللي مات في بدر خلينا أقول مثلا بيشهد عن إيه يعني ما هي شهادتهم شهادتهم يشهدون عن دين الإسلام ما هو راحوا يعترضوا قافلة قريش إيه الشهادة إحنا نشهد أننا عايزين نعترض قافلتكم يعني ما فيه الشهادة إيه الشهادة اللي أقدم ليهم أنا أقول حتى عن الحرب يعني القافلة كانت هناك حرب وليس كانت هناك قتال بين جهتين يعني المسلمين والكفار طيب أشكرك أخي منار وأنا ستوقف مع فاصل ونعود بعد لإكمال هذه الحلقة من برنامجكم سؤال جري هل يمكن إصلاح الإسلام وهل يمكن أن يتماشى الإسلام مع قوانين العصر وهل سينجح تيار المصلحين في الإسلام لقاء خاص مع الدكتور توفيق حميد على برنامج سؤال جري الدكتور كامل النجار في أول مشاركة له على قناة الحياة موضوع الحلقة عن علاقة الإسلام بالإرهاب وهل الإسلام بريء مما يفعله الإرهابيون في العالم ترقبوا حلقة فريدة مع الدكتور كامل النجار على سؤال جري عودة مشاهدين لهذه الحلقة من برنامجكم سؤال جري وكان سؤالنا إيه الفرق ما بين الشهادة في الإسلام وفي المسيحية وأيضا ما الفرق بين الشهيد بمعناها المسلم والشهيد بمعناها المسيحي وصلتني بعض الإيميالات من الأخوة والأخوات المشاهدين الأخت هبة تقول الشهادة في المسيحية أن أكون مع المسيح ذاك أفضل جدا إنما في الإسلام الشهيد الشهيد يذهب ليكون مع الحور العين يعني هدف مختلف واحد عايز يكون مع سيده واحد عايز يكون مع لداته الأخ ميشال يقول أخي رشيد الشهيد في المسيحية هو الشخص الذي يقتل أو الذي يقتل في سبيل إيمانه بالرب يسوع المسيح الشهيد في الإسلام هو أن المسلم يقتل نفسه ويقتل غير المسلم في سبيل إرداء الله أو إله الإسلام يعني دي بعض الاختلافات الفرق في الأخ أمجد يقول الفرق بين الشهيد في المسيحية والإسلام في المسيحية يعني أنا أتألم أو أقتل من أجل اسم المسيح مثل ما تألم يسوع المسيح نفسه أما الشهيد في الإسلام يعني هو كل شخص يفجر نفسه على أمل أن يدخل الجنة دون أن يفكر فيما يفعله إن كان هذا صحيح أم خطأ يعني الغاية تبرر الوسيلة وأنا جاي لهذه النقطة يعني لو في أي ملاحدات عايز تعلق عليها الدكتور ناجي يعني أنا برحب الأخ عادل يقول مقولة مشهورة على لسان الإخوة المسلمين الله على ما أقول شهيد هل معنى شهيد أن الله مات مقتولا في سبيل نفسه أم في سبيل إله غيره طبعا هنا المعنى أنه شاهد معنى شهيد في اللغة هي شاهد الله شاهد على ما أقول في الأخ ناصر يقول من المعروف أن الشهيد هو الذي يشهد عن أمر معين للآخرين لكن لو كان الإرهابي عندما يفجر نفسه ليقتل الآخرين ويتلدد بالحريات في الجنة شهيد فكيف سيشهد لنا هذا الأمر عن هذا الأمر أنه دخل للجنة وما هو الدليل يعني الشهيد يشهد عن شيء وهذا السؤال الذي وجهته الأخ منار يعني المسلم لا يفهم أن أصل الكلمة جاء من المسيحية أنه كانوا يشهدوا عن أشياء رأوها عن معجزات المسيح وأنه قام من بين الأموات وعن حياته فبيشهدوا للناس الثانية لكن المسلم لو تقول أنه شاهد وشهيد ومات من أجل الشهادة وكان بيشهد عن إيه وما شفش حاجة وما حدش عارف بعد كده هيكون فين ملهاش معنى مش عارفين أنه جات من هيك عشان كده هم يعني متضاربين في تعرفهم بالضبط لأنه مش عارفين جذرها اليوناني مش عارفين إزاي طبقت عند المسيحين فأخدوها من ناس تانية وهما مش عارفين جذورها في أخ لا يذكر الأخت أميرة عفوا تقول الاستشهادة في الإسلام قتل كافر من أجل الحصول على حرية فالمسلم عندما يصلي بتكون الحرية في مخيلته وأما الشهادة في المسيحية فهي عدم إنكار شخص المسيح مهما كلف الشهيد الأمر من أجل أن يعيش حياة أبدية في الأخت نيفين تقول مفهوم الشهيد في المسيحية هو من يفقد حياته من أجل شهادته للمسيح فما على ذلك أنه يعرف نتيجة شهادته الموت فهل يجوز أن نسمي أيضا من ماتوا من أجل أنهم مسيحيين ولكنهم لم يكونوا يعلمون أنهم سيقتلون من أجل مسيحيتهم يعني فجأة واحد ماشي قتل لأنه مسيحي هذا سؤال يمكن أترك حضرتك جعوب عليه أرجو توضيح الفرق بين الشهيد الذي يعلم مثل استيفانوس والشهيد الذي لا يعلم يموت فجأة الحقيقة هذا سؤال كريتكال زي ما بيقوله صعب سؤال صعب لكن نحن عارفين أنه الدخول إلى السماء تمن الوحيد معرفة المسيح مخلص شخصي لحياته يعني سواء كان ده أو ده بالضبط ده ما لديه علاقة يعني كل شخص عارف المسيح مخلص شخص لحياته وصدق أن المسيح جاء في الجسد وأنه دفع ثمن خطياء على الصليب وأنه هو خاطئ الإنسان خاطئ ولا وسيلة لغفران خطياء إلا بتصديق عمل المسيح الكفاري عشانه وتاب حقيقي من قلبه وطلب من الله الغفران والصفح على حساب عمل المسيح هذا يقول عنه الكتاب أنه انتقل من الظلم إلى النور ومن الموت إلى الحياة هذا الشخص إذا مات فجأة أو مات وهو يشهد عن المسيح أو مات بأي طريقة من الأموات فهو ضام للحياة الأبدية لأن الكتاب الخرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد كل شخص مات بأي وسيلة في أي مكان بأي طريقة في أي ظروف وهو لا يعرف يسوع مخلص شخص لحياته وما قبلش المسيح وما تولدش ولادة جديدة اللي يقول عنها الكتاب من فوق هذا الشخص لا يمكن أن يدخل إلى السماء حتى لو مات في حدثة بسبب أنه هو مسيح فيه أخ يقول هل جميع كالمسيحين أو غير المسلمين يحضون بميزات الشهادة أو الشهادة هل من يدمر مصلين خاشعين لله هو شهيد ويتساوى مع من يعانون ألام المرض هل يتساوى المقتلون في كنيسة القديسين مثلا كشهداء مع من قام بقتلهم إذن لن يذهب أحد للجحيم لو كان هذا شهيد وهذا شهيد ما طبعا المشكلة أنه في نظر مثلا الإخوة المسلمين أو أغلبهم في البعض يناقض أو يقول لك زي الأخ اللي قال أنه بس في الحرب لو كانت مسألة سلمية وطبعا دالي أنهم مش عارفين أصلا أصل الشهادة لو كان عارفوا أنه أي شخص حتى في الحرب لا يطلق عليه شهيد لو أنت بتحارب لأنه استفانوس ما حارف ما حارفش حد كان مسالم ولا بتختلف مع أي حدر لا طبعا طبعا ده بالعكس ده كان ده ما كانش بيحارف ده كان بينشر السلام ورسالة المسيح كنا بنقارن ما بين الاتنين هل عند حضرتك أي اختلفات تانية الحقيقة برضو من دراستنا لحياة استفانوس وهو كمثل للشهداء في المسيحية الكتاب يعلمنا أنه الشهيد في المسيحية هو الشخص المملوء حب ومن يغفر لأعدائه حتى للناس اللي بيعتدوا عليه وده اللي حصل مع استفانوس استفانوس كانت الحجارة نزل عليه الشيء الطبيعي أنه أي واحد في الموقف بتاعه حتى لو ما قالش كلام يعني طيب وكويس متهيال يعني حتى يندب حظه أو يعني يبقى متأثر راجل ما عملش حاجة بينشر الكلمة الله والحجارة نزل عليه لغاية ما هتموته لكن اللي عمل استفانوس هو عمل طلب الغفران لقاتليه طلب الغفران للناس اللي كانت بترجمه إذن ده بيؤكد إن الشهيد قبل ما يبقى شهيد اللي بيعتبر في المسيحية شهيد هو شخص يملأه شخص الروح القدس والمحبة والمحبة مش بدافع الكراهية بالضبط هو النهاردة الناس بتفجر نفسها دي بتفجر نفسها ليه دافع كبير الكراهية بالضبط كره الآخر أنا علي وعلى أعدائي يعني الشخص اللي يقود طائر عشان يدخل في مبنى هو عارف الألف من الناس فكرته إيه أنا حموت واللي معايا لكن هم ما حيموت منهم أكتر بالضبط واللي بيعملوا كده مع الأطفال واللي بيقتلوا الأطفال واللي بيفجروا مدرسة مثلا بتاعة أطفال صغيرين لا هم كبروا ولا هم عارفين يمكن مسيحيين ولا غير مسيحيين وده الفرق اللي عايز أركز عليه لأنه مثلا استفانش هو بيموت مش قادر يكره اللي بيقتلوه لأن الكراهية مش حاجة جواه لكن الشخص اللي واخد طيارة وفيها ركاب بيصرخوا بأطفالهم وداخل في مبنى ناس مشي تشتغل ويدخل فيها لا أعتقد أنه بيحب مستحيل يعني هل بيحب الركاب اللي معاقم بيحب اللي داخل فيهم يعني الدافع مختلف خالص دافع الشهيد المسيحي وراه محبة ودافع الشهيد المسلم وراه كراهية بالضبط عشان كده بنشوف أن استفانوس هنا بيصلي لأجل الناس اللي بيرجبوه زي المسيح بالضبط بالضبط كده بيقوله يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة يعني يا رب اغفر لهم الخطيريا يا رب ما تحاسبهمش على الخطير على اللي عملوا مش هو اللي بيحاسبهم اللي بيروح يفجر نفسه ده بيحاسب الناس دي على ما يظن بيحكم عليها أهم كفار ولازم نخلص بالضبط على ما يظن أنه هم مخطئين فيه يعني يعني تماما العكس تماما فرق بين السماو في الدوافع في الدوافع بين الشهيد بتاع المسيحية والشهيد بتاع في أخ سأل أنه إيه اللي عند الشهيدة المسلمة أقول له ليس عندها 72 من الحور المذكر يعني لأنه ما فيش حاجة حور مذكر في الإسلام هي كل ما سيكون عندها أنه ستكون واحدة من الحريات أو هي تكون زوجة لو كان متزوجة أو تكون واحدة من أزواج الصحابة أو الأطقياء من المسلمين في الجنة ده كل ما سيكون عندها طبعا ربما تكون لها الميزات الأخرى أنه تشفع في أهلها سبعين وأنه يكون لها تاج الوقار أو شيء من هذا القبيل لكن الحديث جاء بصيغة المذكر لم يأتي بصيغة المؤنت حتى الأمر إذا نحن متأكدين منه بالضبط لم يذكر صراحة والسبب أنه كانوا سواء عملت الحديث بعد محمد أم في عصر محمد كان السبب تشجيع الدكور لأنه كانوا هما وسيلة الحرب لأنه لم يذكر الإنات لأنه لم يكن هما سيكون وسيلة حربية أنا لم يكن يظهر هذا أمين لا لم يكن يظهر الحرب لم يكن يذكرهم لم يحتاجهم في الحرب يحتاج الدكور سيأتي حاجات يحرد في هذا الدكور أخ محمد من لندن أهلا بك أخ محمد لو تسمعني من التليفون فقط أخ محمد نحن سمعينك لكن فقط سمعنا من التليفون لأن الصدى الصوت موجود في الخلف فضل لقيت أسمعك أسمعك التليفون أهلا بك أخي أخي أشكر أخي محمد أهلا بك أنا أحبك والله يا أخي رسيد الله خليك زكي وطيب الله خليك أنا مغرب مثلك أهلا أهلا أخي أهلا أخي رسيد عندي بعض التساؤلات مهم ممكن نكون بعيد عن الموضوع المهم في الموضوع أنت تنول قضية الشهيد على كل يعني من الناحية المسيحية يعني كما سبط عن المسيح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يعني من من اعترف به فهو شهيد يعني الله ويخلص يعني أما من ناحية الإسلامية فهو يعني كما تفضلتم على يعني عدة مراحل يعني كما قلتم على ممكن يكون واحد شهيد ممكن بـ 45 مرتبة يمكن يكون شهيد غريق أو محروف أو تهدم علي بيت أو يمكن هذا يوازي يعني في المسيحية ممكن واحدة توازي 45 ممكن طيب أخ محمد إيه رأيك في العمل فكر الاستشهاد وفكر الشهادة فكر خطير لأنه الآن هو مؤثر على العالم كله بنشوف تفجيرات تقريبا في لندن بنشوف ها في أمريكا بنشوف ها في فرنسا بنشوف حتى اللي حصل في تونس مؤخرا الشخص اللي حرق نفسه قالوا إنه شهيد القرداوي قال عنه إنه شهيد ومش منتحر فإذن هذا الفكر بيأثر على الناس ما رأيك كمسلم لا 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 مش ممكن يكون شهيد واحد يعني يحرق نفسه أو يفجر نفسه ويهلك يعني عدد من الناس الأبري هذا هذا من المساعد يعني نكون متصافة مع هذه الأشياء كيف تفسر الأحاديث اللي ذكرناها الأخ محمد كيف تفسر هذه الأحاديث وهذه النصوص يعني نصوص ممكن ممكن قلمة واحدة يعني أخير سيد يعني 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 متبع يعني بالبرامج يعني السؤال الجري من مدة تقريبا سنة أكثر من سنة نعم وأتبعك وأتبعك في كل البرامج وبدأت يعني أتهرب نوعا ما من النصوص وككل من الدين الإسلامي ووجدت نفسي في ورطة أقول بصراحة ووجدت نفسي في ورطة يعني لما أقرأ من المسيحية وجدت نفسي لم أشعر كأني ليست عندي القدرة أن أتقبل بما يعني نحية السود يعني عندي كثير من الأسئلة يعني أنت علي دائما يعني هذا ووجدت نفسي في ورطة تقريبا هذا وجهة يعني يكون أكثر علماني من أنت متدين كما كنت متدين يعني بين قوصة المسلم نعم أنا 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 بصراحة موضوع التجسد وموضوع التالوت اللي هي عادة بتكون عقبة أمام المسلم هذه أنا دايما أقول دي مرحلة التخرج لما الإنسان يفهم نظرة المسيحية لله وللإنسان لأنه دي آخر شي لكن لكن ، لو فهمت أن المسيحية كيف تنظر للإنسان وكيف تنظر لله ، ستفهم لماذا التجسد ولماذا التلوث وهذا آخر شيء ممكن نتكلم فيه لكن أتمنى أنك تفهم أن دوافع المسيحية هي المحبة محبة الإنسان للإنسان ومحبة الإنسان لله ومحبة الله للإنسان للأسر هذه أولي أني تقرب المسيحية الصراحة ، فهو المحبة لأنه حتى نظرة المسيحيين للتجسد ما هي إلا ترجمة لفكرة المحبة لا ينظروا إليها أنه حط من شأن الله بينظروا إليها أنه إعلاء من شأن الله أنه أحبنا لدرجة أنه ظهر في جسد بشري فمنطلقها من المحبة المسيحية تلخص كلها في المحبة أمتفق معك أمتفق 100% لكن عندما تقرر المسيحي وأجد أن الله هو الله وفي نفس الوقت هو إبن الله يحصل عندك ارتباع يختبط عليك نعم أنا أطلب من الأخوة أنه يريد لو تخلي عندهم معلومات لاتصال بك ويمكن حد يتابع معك ويشرح لك الأمور بهدوء ويكون فيه وقت لأنه تحتاج فعلا يجلس ويتعمل أنا مسلم طراحة مسلم راديا أنا فاهم ولا نرغمك على أي شيء لا نرغمك على أي شيء وانا فاهم وانت مغربي والمغاربة كلهم مسلمين نحن نعرف أشكرك أشو محمد كنت مقصود نفسه للموت وليلقتل وفي الأحداث المختلفة لنحن نتكلم عنها ويجب أن نتكلم عنهم ويجب أن نقوم بمثل والحقيقة ده عبارة عن مجموعة عوامل قالوا الطفل أكتر حاجة بتتمناها تحصل في حياتك هو إيه؟ ده طفل يعني مفروض أنه هو بيتمنى كل ما هو جميل على حسب طبيعته حب الحياة بالظبط كده وحب الإنسان لكن غير سوفيه أنه أهم حاجة في حياتك أنك تموت شهيد حب الموت حب الموت الكراهية للشخص اللي قدامه النهاردة بتفتح الإنترنت بتشوف أم عندها ست سبع أولاد ثلاثة منهم قدمتهم شهداء في الزهنها وعملوا عمليات انتحارية وبتعد الرابع علشان يموت قتيل ولما بتسئل بتقول دي أهم حاجة أهم حاجة ده أنا أولادي في الجنة أولادي بيستمتعه دلوقتي فده كله بيشكل العقلية الإسلامية وللأسف بيشكل بعض العقليات بطريقة غير مباشرة حتى غير الإسلامية يعني لما نتكلم عن كده أنه بيشكلها بحيث أنه هو الألتمت جول زي ما احنا بنقول أو الهدف الأساسي والأسمة بتاعه هو أن يموت شهيد بسبب كل المزايا اللي موجودة دي ده كمان انعكس على المفهوم المسيحي شوية لأنه نهاردة نقعد في كنيسة لقيت واحد جيه فجر نفسه وموتني وقالوا عليه أنه هو شهيد طب وما احنا بتاعنا احنا دول مش شهداء فبيقولوا انه شهداء طب إيه مز للشهداء يا سلام ده مات شهيد لأجل المسيح ففي بعض بعض الأخوة اللي مش بهمون يعني لو أردت تكون دقيق الشهيد هو الذي مات وهو يشهد للمسيح بالضبط لكن ربما هو مجازا ممكن نقول أنه أيضا شهيد لأنه هو كان مات فقط لأنه مسيحي لأنه يحمل اسم المسيح بالضبط يعني كان مستهدف من طرف مجموعة لا تستهدف لأي شيء إلا لأنه مسيحي واحد من الإخوة المسيحيين بيتصل بقناة من القناوات وبيسأل أبونا على التلفزيون إزاي أموت شهيد دي تأثيرات اللي موجودة من المحيط اللي موجود فينا أبونا طبعا رد عليه رد حكيم وروحي وقال له يا ابني إحنا مش بنجري وراء الشهادة لأن إحنا ضمنين الحياة الأبدية أنت لما تضمن الحياة الأبدية أنت مش محتاج تموت أنت مش محتاج مش محتاج تموت نفسه هي المسيح والموت وربح بالضبط فأنا قاعد هنا بخدم ربنا وعندي هدف في هذا الحياة روحت هناك أنا رابح لكن لا نبحث عن الموت بالضبط كده لأنه الشهيد المسيحي ما هوش الشخص اللي بيدور على الموت هوش الشخص اللي بيدور على الأتلة هوش الشخص اللي بيحلم أنه يموت شهيد لأنه زي ما قلنا إنه الشهادة ما هيش تمن للسمى تمن للحياة quarantine بتمنى السماء هو خلاص المسيح بس أنا عايز ألخص لأي مشاهد يشوفنا الآن كل الأمور التي تكلمنا فيها في هذه الحلقة ما بين مشاهدين وما بين حضرتك الشهيد في المسيحية والشهيد في الإسلام الشهيد في المسيحية يموت فقط لأنه يشهد ليسوع المسيح مزبوط الشهيد في الإسلام يموت لأنه يقاتل العدو سواء في حرب سواء في غير حرب سواء لأنه دول عملوا أفغانستان أو فلسطين أنا ما يهمني المهم التعريف أنه الشهيد الذي يموت وهو يقاتل العدو الشهيد في المسيحية ليس هو المبادر بالقتل أو بالقتل أبدا مثلا استيفانوس مش شفناش أنه بادر بالقتل أو القتال ولا مبادر ولا متابع بالقتل يعني مش بس مش مبادر يعني مش هو اللي هيبتدر القتل أو مش هيرد مش هيرد بالقتل لأن تعليم الكتاب واضحة ليس هناك شر بشر ولا شتيمة بشتيمة ده مبادئ الكتابية الشهيد في الإسلام هو المبادر بالقتل مثلا في بدر هما اللي بدروا وفي مثلا اللي أخذوا الطيارات هو اللي بدر يعني الناس ما كانتش عايزة تقتل أو أي حاجة هو المبادر هما لا في بالهم ولا في أي شيء الشهيد في المسيحية يموت وهو يحب الناس استيفانوس حتى بيدعو الله أنه يغفر لهم وعارف أنهم بيعملوا جريمة الشهيد في الإسلام يموت وهو يكره الناس بص كم الحقد والكرهية للي بيقتلهم يعني في كم حقد بيقتلهم لأنهم كفاروا في غل الشهيد في المسيحية يعتبر بطل فقط لأنه لم ينكر إيمانه وصبر رغم الألم رغم المعاناة رغم الموت وهو يعتبر بطل لهذا السبب الشهيد في الإسلام يعتبر بطل لأنه أوقع أكبر خسائر بالعدو فتلعيم الله أكبر حتم أمريكا واقتصادها وعمل في فرنسا وعمل للكفار بتاع انجلترا فالله أكبر يعني بص ودول مفهومين مختلفين خالص ما بين المسيحية والإسلام هل من أي إضافة أنا حاولت أعمل بس مفارقات يعني هو ده كفاية الحقيقة يعني فيه بلاحظ أن استفانوس لما مات كتاب بيقول وجهه كان بيلمع عنده سلام عنده فرح لأنه اللي وجهه بيلمع ده واضح أنه هو وجهه بيلمع يعني يعني راجل مستريح من جواه اللي بره القتل اللي بره اللي جايله الشهادة اللي جايله بره مش مخليه مضطرب أنه النهاردة لما نشوف الشباب وهو راح يفجر نفسه الواحد الواحد بتحس أنه هو وجهه معبس حالته صعبة رايح موت نفسه رايح يقتل نفسه مجرد من الإنسانية بالضبط كده وكمان بيشتغلوا عليه نفسيا في الأمور اللي زيديا لأنه بيجوش واحد من الشرع بروحه لكن ده بيمر في مرحلة بيمر في مرحلة وفي مرحلة وفي مرحلة وبيوصل لنقطة أنه هو أنه مش ملك نفسي هو مش عارف يعمل إيه بيكون النتيجة أنه بكل الغل والقراهية اللي زرعت فيه أرسلوه بيها الحقيقة الشهيد في الإسلام اللي بيقتل ده هو فجر نفسه قبل ما يفجر نفسه لأن القراهية وما داخله ده عبارة عن تفجير للنفس الإنسانية للطبيعة اللي الله حطها فينا وبيكون النتيجة أنه هو تحصيل حاصل أنه يقدر يروح ويفجر نفسه في كنيسة سيدة النجاة الطفلة اللي ماتت أو الطفلة اللي مات بعد ما مات بيموتوه تاني الناس اللي بيموتوهم بيموتوهم تاني وهم ماتوا أنت النهاردة بتضربوا بالنار ما انت عارف أنه مات ما انت عارف أنه انتهى لكن القراهية اللي موجودة فيهم هي اللي بتتفهم أن هم يعملوا كده ناخد مكلمة من أخها بزياد مساء النور ناخد مكلمة من أخها بزياد نشكر راب نشكر راب نعم 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 أنا سامعك سامعك أخها بزياد تفضل نعم 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 بالنسبة للمنتحر نعم بالنسبة للمنتحر نعم بنظر الإسلام نعم ما سمعته اللي يفجر اللي ينتحر يفجر نفسه دام الشهيد نعم من الشهيد من الشهيد الشهيد اللي من يدافع عن دينة وعن وطنة الذي يعتدي عليه حتى لو كان مسلم حتى لو كان مسلم ويعتدي عليك وتدافع عن وطنك وتقتل أنت شهيد حتى لو كنت أنا مثلا من دلوقتي في حكم المسلمين أنا مرتد عن الإسلام فحتى لو دفعت عن معتقد المسيح الآن وقتلني واحد مسلم أعتبر شهيد وقتلك واحد مسلم وأنت تدافع عن وطنك أو أنا بدافع عن ديني عن معتقدي هذا شي عند رب العالمين أنا ما أعرفه أنا أتكلم عنه ما أنت عرف دلوقتي أنه كل واحد بيموت دفاعا عن دينه وعن وطنه وبيعتبر شهيد المسلم المسلم أنت مثلا أنت تعتدي علي في وطني نعم كويس وأقتلك أنا شهيد ليس من يبادر ويعتدي بالنسبة للقرية بدر هذه فتحات إسلامية لقد كانوا البادرون وما كان فيه مسلمين يعني لما لما الصحابة راحوا وهم عايزين يقطعوا الطريق على قفلة قريش وهم ماتوا أثناء الحرب دي قال يعتبروا شهداء ولا لا يعتبروا يعتبروا رغم أنه مش دفاعا عن دينهم هم رايحين يأخذوا فلوس الكفار لا مش رايحين يخبروا فلوس الكفار هم لهم لإسلام ودعوهم هم دعوهم لإسلام هم رفضوا مش عايزين يكونوا مسلمين هم متطمنين بحياتهم كده يا أخ رشيد ما كان فيه ناس تعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سابهم يعني سابهم وما سرش في أي علاقة ورح للمدينة وعايش بسلام وما وصلوش حد فجأة يعني رح عمل عليهم غزوة بدر لا أنت أخبتول أن المسلم يعتدي أنا كان نفسي كان نفسي أكمل معاك النقاش المخرج بيقول لي ما قدامناش وقت أنا متأسف أخي أبو زياد لكن الرب يباركك دكتور ناجي لو فيه أي شيء عايز تضيفه ونحن قدامنا دقيقة يعني بقول أتمنى أنه إحدى المفاهيم تتصلح في أزهنة وأنه إحنا فعلا نمتلئ بالمحبة ولما نمتلئ بالمحبة اللي هو شخص الله مش هنفكر في إن واحد يموت شهيد قتل الآخر قتل الآخر نعم أشكرك دكتور ناجي وأتمنى استضيفك في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى رب معاك مشاهدين أشكركم عن مشاركة في هذه الحلقة أعتدد لكل من أخذ مكلمته أو إيميله وموعدنا في الحلقات القادمة من سؤال جري أرد معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر